بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن وعلاه أما بعد أخر ما أخذنا في مجلس الأمس الكلام عن المد الفرعي الذي سببه الهمز المد الفرعي الذي سببه الهمز وهو المد الواجب المتصل والجائز المنفصل وتوقفنا عند القسم الثاني من المدود الفرعية وهو المد بسبب السكون المد بسبب السكون قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين با المد بسبب السكون ويشمل المد اللازم والعارض للسكون ومد اللين إذن هذه الثلاثة المدود سببها واحد سببها واحد وهو السكون وهو السكون فسبب المد اللازم السكون وسبب العارض للسكون السكون ومد اللين أيضا سببه السكون قال ثلاثة أي النوع الثالث من أنواع المدود الفرعية المد اللازم السؤال ما تعريف المد اللازم وما مثاله الجواب المد اللازم هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم في حالة الوصل والوقف هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم في حالة الوصل والوقف إذن حرف مد حرف مد وقع بعده حرف ساكن سكونا لازم ما هو السكون اللازم هو الملازم للحرف في حالة الوصل وحالة الوقف بالمثال يتضح مثل المؤلف بكلمة الصاخ أين حرف المد في هذه الكلمة الألف الألف وقع بعد الألف حرف ماذا الخاء حرف الخاء ونلاحظ أن الخاء هنا مشددة أن الخاء هنا مشددة والقاعدة أن أي حرف مشدد فهو عبارة عن حرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك وثانيهما متحرك أولهما ساكن وثانيهما متحرك إذن وقع بعد حرف المد حرف ساكن وهو الخاء الأولى سكونا لازما في حالة الوصل والوقف إذن سواء وصلت هذه الكلمة فالخاء ساكنة وسواء وقفت على هذه الكلمة فالخاء ساكنة إذن هذا هو المد اللازم وهكذا داب حرف المد الألف وقع بعد حرف المد حرف ساكن وهو الباء الأولى من الباء المشددة وهكذا الحاقة حرف المد الألف وقع بعده حرف ساكن وهو القاف الأولى من القاف المشددة وهكذا الطامة إذن نسمع منكم هذه الأمثلة نسمع منكم هذه الأمثلة أصحح فخم أكثر أصحح داب 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 ألح 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 هذا الضغط الذي تسمعه بعد حرف المد هذا الضغط يسمى نبر ماذا يسمى؟ نبر سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عنه في مستوى أرفع من هذا الكتاب الطامة هنا لا نبر في هذه الكلمة لا نبر لأن الحرف الذي بعد حرف المد حرف غنة فننتبه للغنة نطيل الغنة مرة أخرى الطامة لا تكن بخيلة مرة أخرى الطامة ما شاء الله السؤال كم حركة يمد؟ مد لازم كم حركة يمد؟ الجواب يمد لزوما ست حركات ست حركات لجميع القراء لجميع القراء إذن جميع القراء يمدونه بمقدار ست حركات لزوما ولذا سمي لازما إذن سمي لازما لأمر الأول لزوم مده ست حركات هذا السبب الأول في تسميته لازما وسمي لازما أيضا للزوم سببه وهو السكون اللازم وهو السكون اللازم قال أربعة أي النوع الرابع من المدود الفرعية وهو المد العارض للسكون المد العارض للسكون السؤال ما تعريف المد العارض للسكون وما مثالها؟ الجواب المد العارض للسكون هو أن يقع بعد حرف المد واللين سكون عارض في الوقف مثل مآب العالمين الرحيم نعيد التعريف أن يقع بعد حرف المد إلى هنا مفهوم يقع بعد حرف المد فما معنى قوله واللين؟ واللين حروف المد تتصف باللين حروف المد التي مر معنا دراستها بالأمس العلف الساكنة المفتوح ما قبلها هذه حرف مد ولين الياء الساكنة المكسور ما قبلها حرف مد ولين الواو الساكنة المضوم ما قبلها حرف مد ولين إذن إذا كانت الواو ساكنة وقبلها ضم مثلا أو نقول عنها حرف مد ولين هذا مصطلح ولك أن تكتفي بقولنا حرف مد ولك أن تكتفي بقولك حرف مد وهكذا الياء الساكنة المسبوقة بكسر إي كذلك يمكن أن تقول عنها حرف مد ولين ولك أن تكتفي فتقول حرف مد فلا يشكل إذن معنى قول حرف مد ولين هو كقولنا حرف مد أن يقع بعد حرف المد سكون عارض في الوقف نلاحظ المثال أين حرف المد في الكلمة الأولى الألف أولى الألف حرف مد وقفت على هذه الكلمة فسكنت الباء فسكنت الباء هذا السكون الذي على الباء سكون عارض لأنك وقفت فإذا وصلت فإذا وصلت تحركت الباء إذن هذا سكون يعرض يضطر على الكلمة حال الوقف فإذا وصلنا الكلمة تحركت الباء تحركت الباء هذا هو السكون العارض بخلاف ما مر معنا من السكون اللازم فوصلت الكلمة أو وقفت لا يتغير السكون لكن السكون العارض إنما يثبت حال الوقف يثبت حال الوقف فإذا وصلت الكلمة ذهب السكون ذهب السكون وهكذا العالمين أين حرف المد؟ هلياء وقفت على هذه الكلمة فسكنت ماذا؟ النون إذن هذا السكون سكون عارض إذن وقع بعد حرف المد سكون عارض وقع بعد حرف المد سكون عارض وهكذا الرحيم وقفت على الكلمة فسكنت الميمو للوقف وقع بعد حرف المد وهو لياء سكون عارض في الوقف اتضح التعريف قال السؤال كم حركة يمد الجواب يجوز مده بمقدار حركتين أو أربع أو ست إذن هذا المد كم فيه أوجه ثلاثة أوجه لك أن تمده بمقدار حركتين ولك أن تمده بمقدار أربع ولك أن تمده بمقدار ست حركات وكل هذه الأوجه وذلك في حالة الوقف عليه يعني في حالة الوقف على هذه الكلمة إذا وقفت على مآب فسكنت الباء ووقفت على العالمين فسكنت النون ووقفت على الرحيم فسكنت المين يجوز لك حينئذ ثلاثة أوجه القصر حركتين التوسط أربع الطول ست حركة حركتان أو أربع أو ست أما إذا وصلنا أي وصلت هذه الكلمة بما بعدها الحمد لله رب العالمين الرحمن وصلت هذه الكلمة فقد سقط سبب المد ما هو السبب الذي سقط السكون السكون العارض السكون العارض هو السبب الذي سقط قال وأصبح المد طبيعيا إذا سيصبح المد حال الوصف طبيعي بمعنى يمد مقدار حركتين كما مر معنا في درسي الأمس إذا نقول العالمين العالمين بمقدار حركتين اتضح هذا الكلام إذا هذه الأوجه متى تجوز حركتان أو أربع أو ست متى تجوز حال الوقف على آخر كلمة فإذا وصلت الكلمة بما بعدها الحمد لله رب العالمين الرحمن ليس لك إلا أن تمده بمقدار المد الطبيعي لأنه مد طبيعي إذا نسمع منكم الأمثلة نسمع منكم الأمثلة بالأوجه الثلاثة مآب 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 سيد قليلا مآب مآب العالمين العالمين أحسنتم قال ملاحظة وينبغي أن يسوي القارئ بين المدود العارضة أثناء تلاوته فإن كان يقرأ بالقصر القصر المراد به مقدار ماذا حركتين مقدار المد حركتين يعبرون عنه بالقصر فلتكن كل قراءته بالقصر وإن كان يقرأ بالتوسط التوسط مقدار المد أربع حركات يعبرون عنه بالتوسط فلتكن كل قراءته بالتوسط وهكذا وهكذا أي إذا كنت تقرأ المد العارض بالطول الذي هو مقدار الست حركات فلتكن كل قراءتك للمد العارض بالطول إذن تضحت هذه الملاحظة الملاحظة تقرأ سورة الفاتحة سورة الفاتحة فيها أكثر من مد عارض أكثر من مد عارض للسكون فلتكن كل هذه المدود بمقدار واحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذن كلها بمقدار أربع وإذا قرأت الأول بالقصر تستمر على نفس الوجه أما أن تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا في التفاوت خالفت الأولى خالفت الأفضل والأحسن فالأحسن أن نسوي بين المدود العارضة في المقدار آخر المدود الفرعية هو الخامس منها مد اللين مد اللين السؤال ما تعرف مد اللين وما مثاله الجواب مد اللين هو أن يأتي يواو أو ياء ساكنين وقبلهما مفتوح مثل خوف عليه شيء مد اللين أن يأتي يواو أو ياء ساكنين وقبلهما مفتوح نلاحظ هنا أن المؤلف لم يعرف مد اللين إنما ذكر حرفي اللين فحرف اللين هو الواو أو اليا ساكنتان المفتوح ما قبلهما أو أي هذا حرف اللين فمتى يكون مد اللين إذا لم يعرف مد اللين لذلك نقول مد اللين أن يقع أن يقع بعد حرف اللين سكون عارض في الوقف هذا هو تعريف مد اللين أن يقع بعد حرف اللين سكون عارض في الوقف إذن ما ذكره المؤلف هو كلام عن حرف اللين أما مد اللين أن يقع بعد هذا المذكور حرف ساكن حرف ساكن فكلمة خوف لاحظ كلمة خوف الواو ساكن وقبلها فتح وقبلها فتح خوف خوف إذن ما نقول ماذا نقول عن هذه الواو حرف لين حرف لين طيب فإذا وقفت على هذه الكلمة فسكنت الفاء للوقف إذن وقع بعد حرف اللين سكون عارض فالمد في هذه الكلمة مد لين مد لين وهكذا عليه أين حرف اللين ياء ساكن وقبلها فتح هذا حرف لين وقفت على هذه الكلمة فسكنت ماذا الها فسكنت الها سكون عارض للوقف إذن وقع بعد حرف اللين سكون عارض في الوقف إذن المد في هذه الكلمة مد لين وهكذا كلمة شي 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 الياء ساكن وقبلها فتح هذا حرف لين وقفت على هذه الكلمة فسكنت الهمزة فسكنت الهمزة إذن وقع بعد حرف اللين حرف ساكن للوقف فالمد في هذه الكلمات مد لين السؤال كم حركة يمد كم حركة يمد الجواب يجوز مده بمقدار حركتين أو أربع أو ست إذن الأوجه التي تجوز في العارض للسكون هي الأوجه نفسها التي تجوز في مد اللين في مد اللين اقرأ السورة التالية ولاحظ مد اللين فيها إذن ننتبه نستخرج أمثنت مد اللين في هذه السورة آية الأولى لإيلا في قريش من يستخرج لنا مد اللين منها ما عندك هجرة من العروس فضل أين مد اللين في في كلمة قريش إذن لاحظ هذه ساكنة قبلها ماذا فتح هذا حرف لين حرف لين وقفت على هذه الكلمة فسكنت ماذا الشين للوقف قريش وقفت على هذه الكلمة فسكنت الشين إذن وقع بعد حرف اللين سكون عارض سكون عارض في الوقف إذن المد في هذه الكلمة مد ماذا مد لين محسنت محسنت الآية التي تنيها إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف من يستخرج لنا مد لين في هذه الآية ما عندك أين حرف اللين الساكنة المفتوح ما قبلها وقفت على هذه الكلمة فسكنت ماذا الفا للوقف إذن وقع بعد حرف اللين وهو الي حرف ساكن وهو الفا سكون عارض في الوقف المثال الذي يليه فليعبدوا رب هذا البيت آخر مثال وآمن هم من خوف واو ساكنة قبلها فتح وقفت على هذه الكلمة فسكنت الفا للوقف وقع بعد حرف اللين حرف ساكن وهو الفا سكونا عارض في الوقف إذن نسمع منكم الأمثلة نسمع منكم الأمثلة بالأوجه الثلاثة لإلا في قريش قريش أحسنتم أحسنتم هل هناك فرق بين المد العارض للسكون ومد اللين هل هناك فرق بين المد العارض للسكون ومد اللين نعم هناك فرق هناك فرق والفرق بينهما أظهر الفروق الحرف لاحظ نمثل بمثال لمد اللين ومثال لمد المد العارض للسكون الياء هنا ساكنة ليس كذلك ولياء هنا أيضا ساكنة لكن الياء هنا مسبوقة ولياء هنا مسبوقة بفتح هذا مد عارض هذا مد لين إذن الفرق الأول هو في الحرف فالحرف الذي في المد العارض حرف مد بمعنى ساكن وقبله حركة مجانسة له يا ساكنة قبلها كسر والحرف الذي في مد اللين ساكن وقبله فتح هذا أهم الفروق هذا هو أهم الفروق بين المدين وإلا فيتفقان في المقدار ويتفقان في السبب يتفقان في المقدار فكلاهما يجوز يومد مقدار حركتين أو أربع أو ست وسببهما أيضا متفق عليه وهو السكون العارض قال المؤلف القلق له السؤال ما تعريف القلقلة لغة واصطلاحا ما تعريف القلقلة لغة واصطلاحا الجواب لغة هي القلقلة لغة التحرك ولاضطراب هذا معنى القلقلة في اللغة التحرك ولاضطراب واصطلاحا قوة اضطراب صوت الحرف عند النطق به ساكنا في مخرجه حتى يسمع له نبرة قوية قوة الطراب صوت الحرف إذن يحصل الطراب في صوت الحرف وسنسمع في الأمثلة عند النطق به ساكنا إذن متى تكون القلقلة حال سكون الحرف تظهر القلقلة حال سكون الحرف في مخرجه حتى يسمع له نبرة قوية فصفة القلقلة صفة قوة وسيأتي معنا أداؤها بالأمثلة السؤال ما حروف القلقلة وما مثالها الجواب حروفها خمسة يجمعها لفظ قطب جد قطب جد أي القاف أي القاف والطا والباء والجيم وماذا والدال هذه حروف القلقلة فيجب اهتزازها وتقلقلها عندما تكون ساكنة إذن القلقلة كما مر حال سكون الحرف حال سكون الحرف قال حتى يسمع لها نبرة حتى يسمع لها نبرة قوية مثل الفلق السؤال ما قسام القلقلة الجواب تنقسم إلى قسمين ألف قلقلة صورا وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة مثل خلقنا إذن لاحظ أن القاف في وسط الكلمة في وسط الكلمة هذه قلقلة صورة إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة خلقنا القاف في وسط الكلمة قال أو في وسط الكلام إذن هي في آخر الكلمة لكن وصلنا الكلمة بما بعدها لم يالد ولم يالد ولم فأصبحت الكلمة متوسطة وأصبحت القلقلة في وسط كلام إذن هذه قلقلة صغرى سواء كان حرف القلقلة في وسط كلمة أو كان في وسط كلام با قلقلة كبرى وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة آخرا آخرا الكلمة مثل اختلاق إذن نلقاف هنا في آخر الكلمة ووقف عليها أي يكون اهتزازها ونبرها أكثر من الصورة إذن لماذا سميت كبرى لأن اهتزازها ونبرها أكثر من الصورة الأمثلة نسمع منكم هذه الأمثلة يَقَتُولُون يَقَتُولُون تبه نبهنا تنبيها في رياضة اللسان لا نفتح الفم حال أداء الحرف الساكن لا نفتح الفم حال أداء الحرف الساكن ومنه ألقاف هنا فلا تقول يَقَتُولُون يَقَا لا غير صحيح يَقَتُولُون 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 لا تسكت على القلقلة يَقُلُون لماذا هذا السكت؟ نحن لم نسكت فلا تسكت يَقَتُولُون 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 خلفك يَقَتُولُون 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 أقرأ الكلمة التي قرأناها يَقَتُولُون هذا هو الصواب أما أن تقول هذا السكت الفاصل لا نحتاجه يَقَاتُلُونَ يَقَادِرُونَ يَقَادِرُونَ هذه قلق لصغراء أو لا؟ صغراء لماذا؟ لأنها في وسط الكلمة في وسط الكلمة لُوط لا تفتح الفم لا غير سليم ها نسمع منك لُوط ماشاء الله عندك لُوط لا تفتح مرة أخرى لُوط أحسن تلان ماشاء الله مُحيط 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 رَقِيب أَثَّاقِب 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 صغراء أو كبرى؟ كبرى كبرى لماذا؟ في آخر الكلمة في آخر الكلمة ولأنه مكتوب هنا كبرى أَثَّاقِب 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 قسم المد اللازم إذن أخذنا المد اللازم عموماً أخذنا تعريفه وأخذنا سبب تسميته ومقدار مده والآن نتعرف على أقسامه نتعرف على أقسامه السؤال ما قسم المد اللازم مع الأمثلة؟ الجواب يَنْقَسِمُ 20 وَكُلُّ مِّنْهُمَا يَنْقَسِمُ إِلَى مُخَفَّفٍ وَمُثَقَّلٍ يَنْقَسِمُ الْمَدُّ اللَّازِمُ إِلَى قِسْمَيْنَ كلم وحرف وكل منهما أي الكلم والحرف ينقسم إلى مخفف ومثقل فيكون مجموع أقسامه أربعة كلم مثقل واحد كلم مخفف ثلاثة حرف مثقل ثلاثة حرف مخفف أربعة لأن هذه الأقسام الأربعة القسم الأول المد اللازم المثقل الكلم وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن مدغم أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن مدغم حرف ساكن مدغم وكل هذا في كلمة في كلمة ننظر في المثال نعيد بيان هذا المثال كلمة الصاخ أين حرف المد الألف وقع بعد الألف حرف ساكن نحن لاحظ أن الخاء مشدد وكما مر معنا أي حرف مشدد فهو عبارة عن حرفين الأول منهما ساكن والثاني منهما متحرك قال أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن وهو الخاء الأولى مدغم هذه الخاء مدغمة في ماذا فيما بعدها في الخاء المتحركة إذا صار النطق بخاء واحدة مشددة إذن المثقل الكلمي اختصارا تستطيع أن تقول أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد حرف مشدد لأن المشدد عبارة عن ساكن أدغم في متحرك حرف ساكن مدغم كما رأيت في الخاء المشددة وهكذا أتحاجوني إذا نلاحظ وقع بعد حرف المد وهو الألف جيم مشددة هذه الجيم المشددة عبارة عن عن حرفين جيم ساكنة وجيم أدغمت الساكنة في المتحركة إذن وقع بعد حرف مد جيم ساكنة مدغمة وهكذا الحاق فالقاف هنا مشددة هي عبارة عن حرفين أولهما قاف ساكنة ثانيهما قاف متحركة أدغمت الساكنة في الثانية وهكذا الطام وقع بعد حرف المد وهو الألف ميم ساكنة مدغمة أي مدغمة في الميم المتحركة هذا المد ماذا يسمى لازم مثقل كلمي نازم مثقل كلمي قال اثنانا القسم الثاني المد اللازم المخفف الكلمي وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن لابد من ذكر قيد بعد ذلك وهو أن نقول غير مضغم غير مضغم مضغم لأن الساكن قد يكون مضغما فنعود حينئذ إلى المثقل وقد يكون غير مضغم وهو المقصود في المخفف قال نحو الآن أين حرف المد في هذه الكلمة الألف وقع بعد الألف لام ماذا ساكنة لام ساكنة إذن وقع بعد حرف المد حرف ساكن وهذا الساكن غير مضغم هل الله مضغمة فيما بعد لا غير مضغم قال وليس له في القرآن إلا هذان المثالان وهما في سورة يونس إذن اللازم المخفف الكلمي لم يرد عند حفظ إلا في كلمة واحدة وردت في موضع وهي كلمة ماذا الآن هذه الكلمة وردت في موضعين في ونس لا ثالثة لهذا المد لا ثالثة أي لا مثال ثالث لهذا المد إذن نسمع منكم نسمع منكم هذا المثال الآن نريد نريد أن نسمع الساكن بوضوح هيلام الآن ولا نفخم الهمز هذه هيئة تفخيم تفخيم يسير نبتسم قليلا الآن 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 أحسنتم الثالث من المدود اللازمة المد اللازم المثقل الحرف الحرف قال هو أن يوجد حرف في فواتح بعض السور هجاؤه على هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد والثالث مدغم في الحرف الذي بعده نحو اللام من ألف لام مين والسين من طاس مين نستخرج ضوابط المد اللازم المثقل الحرف هو أن يوجد حرف في فواتح بعض السور إذن هذا هو السبب وهذا هو السبب في سبب وهذا هو سبب تسمية هذا المد بالحرف حرف في فواتح بعض السور حرف في فواتح بعض السور الضابط الأول هجاؤ هذا الحرف على ثلاثة أحرف إذن هذا هو الضابط الأول أن يكون هذا الحرف الذي في فواتح السور هجاؤه ثلاثة أحرف الضابط الثاني أوسط هذه الثلاثة حرف مد الضابط الثالث الثالث من هذه الحروف مدرم إذا هذا الضابط الثالث كم معنا ضابط الضابط الأول هجاؤه على ثلاثة أحرف يعني هذا الحرف متكون من أحرف ثلاثة الضابط الثاني أوسط هذه الثلاثة حرف مد الضابط الثالث الثالث منها مضغم في الحرف الذي بعده قال نحو اللام ننظر في هذه اللام نستخرجها نكتبها على حدة لام كم هجاء هذا الحرف لام واحد ألف ثنان ميم ثلاثة إذن متكون هذا الحرف من كم الحرف إذن الضابط الأول وارد طيب ننتقل للضابط الثاني أوسطها حرف مد هذه ثلاثة ما هو الحرف المتوسط الألف وهو حرف مد إذن الضابط الثاني حاصب الضابط الثالث أن يكون الحرف الثالث وهو الميم مضغم في الحرف الذي بعده حتى نعرف أنه مضغم أو غير مضغم ما هو الحرف الذي وقع بعد اللام حرف ماذا طيب إذن ميم ساكنة وقع بعدها ميم متحرك ما هو الحكم لهم الذي مر معنا ميم ساكنة وقع بعدها ميم متحرك ما هو الحكم إضغم إذن الثالث مضغم في الحرف الذي بعده إذن الثلاثة الضابط حاصلة فالمد في لام ماذا يسمى مد لازم مثقل حرفي لأن الثلاثة الضابط حاصلة فهجاء هذا الحرف ثلاثة حرف وأوسط هذه الثلاثة حرف ماذا والثالث منها مضغم في الحرف الذي بعده وهكذا السين ننظر في السين ننظر في السين عندكم كم هجاء هذا الحرف سين واحد يا نون ثلاثة إذن هجاء على ثلاثة أحرف أوسط هذه الثلاثة ما هو وهو حرف مد حرف مد إذن الضابط الثاني حاصل الضابط الثالث أن يكون الثالث وهو حرف النون هو الثالث منها مضغم في الحرف الذي بعد ما هو الحرف الذي يلي سين ماذا بعده ميم نون ساكنة وقع بعدها ميم نون ساكنة وقع بعدها ميم مما ما هو الحكم إضغام إذن النون مضغمة في الحرف الذي بعد فالثالث أيضا مضغم إذن مد في سين كالمد في لام مد لازم مثقل حرف اتضح يا رجال إذن أسمع منكم أسمع منكم هذا المثال أَلِفْ لَامْ مِيم أَلِفْ لَامْ مِيم قَاسِمْ قَاسِمْ بينهم اختصارا الضابط الثالث الضابط الثالث لذلك انظر ماذا قال قاله أن يوجد حرف في فواتح بعض السور كما مر هجاؤه على ثلاثة أحرف هذا الضابط كالذي مر معنا أوسطها حرف كالضابط الذي مر أيضا ولكن هذا هو الفرق ولكن الحرف الثالث ساكن زد بعد ذلك غير مضغم هذا هو المهم أن يكون هذا الساكن غير مضغم أن يكون هذا الساكن غير مضغم نحو قف صاد نأخذ هذا المثال المذكور ما هو قاف كم هجاء هذا الحرف قاف واحد الف اثنين فا ثلاثة جميل أوسط هذه الثلاثة ما هو الالف حرف مد الثالث ساكن هل هو مضغم أو غير مضغم قاف و هل الفا تضغم في الوا لا إذن مظهر إذن الثالث غير مضغم فالمد في هذا الحرف ماذا يسمى لازم حرفي مخفف مخفف لماذا مخفف لأن الثالث غير مضغم إذن إذا أضغم ماذا يسمى مثقل فإن لم يضم مخفف إذن أسمع منكم هذين المثالين قاف قاف لا تقول قا قا لا تركك قاف قاف صاد صاد أحسنتم أحكام الراءات أحكام الراءات السؤال ما أحكام الراء الجواب للراء ثلاث حالات الترقيق هذه حالة التفخيم هذه حالة جواز الترقيق والتفخيم هذه حالة إذن كم معنا حالات حالة الأولى الترقيق راءات ترقق قولا واحدا حالة الثانية التفخيم راءات تفخم قولا واحدا الثالث جواز الوجهين راءات يجوز أن تفخم ويجوز أن ترقق إذن هذه حالات الراءات حالات الراءات أريد صفحة فارغة روان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا خلص طيب طيب إذن سنأخذ أحكام الراءات بصورة غير التي ذكرت في الكتاب لأن هذه الصورة هي مرتبة يسهل حفظها يسهل حفظها وستجدها في آخر كتاب إرشاد الإخوان آخر كتاب أحكام الراءات ستجدها في آخر كتاب مئة وتسعة وثلاثون مئة وتسعة وثلاثون في آخر كتاب أحكام الراءات أحكام الراءات حالة الأولى التفخيم التفخيم وتفخم الراء في ثماني حالات في ثماني حالات أن تكون الراء مفتوحة إذا هذه الحالة الأولى إذا كانت الراء مفتوحة فإن حكمها التفخيم نحو رامضان رامضان حالة الثانية أن تكون الراء ساكنة وقبلها فتح نحو مريم مريم ونراء ساكنة وقبلها فتح مريم الحالة الثالثة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله فتح نحو العصر 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 قبلها فتح وأن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن فتح فلذلك يسهل حفظ الراءات بهذه الطريقة راء مفتوحة راء ساكنة قبلها فتح ساكنة قبلها ساكن وقبل الساكن فتح هذه ثلاث من الثمان كلها تتحدث عن الفتح حالة الرابعة أن تكون الراء مضمومة نحو روح ماء حكمها التفخيم لأنها مضمومة ثانيا خامسة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ضم نحو قرب قرب السادسة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله ضم نحو خس خس لاحظ الراء ساكنة وقبلها حرف ساكن وقبل هذا الساكن حرف مضموم وقبله حرف مضموم ولاحظ أن هذه ثلاث الصور والحالات تتحدث عن ماذا عن الضم تتحدث عن الضم راء مضمومة ثم راء ساكنة قبلها ضم ثم راء ساكنة قبلها ساكن وقبل الساكن ضم وقبل الساكن ضم هذه ثلاث تتحدث عن الضم كم إلى الآن أخذنا حالات ثلاث عن الفتح ثلاث عن الضم ست كم بقي معنا من حالات التفخيم حالتان حالتان حالة الأولى من هاتين وهي السابعة أن تكون الراء ساكنة وقبلها همزة وصل همزة الوصل معروفة أولا هي الألفة التي فوقها صاد التي فوقها الصاد المعروف رأس الصاد فإن سبقت الراء الساكنة بهمزة وصل فحكمها التفخيم سواء كانت هذه الهمزة ملفوظة منطوقة كانت تقول هنا نطقت بماذا بالهمز لأنك ابتدأت بالكلمة فتفخم الراء وسواء كانت هذه الهمزة مقدرة غير منطوقة كانت تقول هل نطقنا بالهمز لا لأننا وصلنا الكلمة همزة الوصل لا تنطق إلا حال البدن الذي ارتضى إذن هذه الحالة السابعة راء ساكنة وقبلها همزة وصل الحالة الأخيرة ثامنة من حالات التفخيم أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في كلمة واحدة هذه خمس ضوابط أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في كلمة واحدة هذه خمس ضوابط نعيدها أن تكون الراء ساكنة هذا الضابط الأول وقبلها كسر أصلي هذا الضابط الثاني وبعدها حرف استعلاء ضابط الثالث غير مكسور ضابط الرابع في كلمة واحدة واحدة هذا الضابط الخامس هذه الخمسة الضوابط لم تنطبق إلا على خمس كلمات لا سادسة لها في القرآن إذن خمس كلمات لا سادسة لها ما هي كلمة الأولى كلمة قرطاص لاحظ أن الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي الكسر الأصلي نخرج به الكسر العارض وهو كسر همزة الوصف ارتضى وبعد الراء حرف استعلاء وهو الطاء غير مكسور نلاحظ أنه مفتوح غير مكسور في نفس الكلمة فالراء والطاء في كلمة واحدة إذن انطبقت ضابط الخمس على هذه الكلمة وهكذا كلمة إرصاد راء ساكنة قبلها كسر أصلي بعد حرف استعلاء وهو الصاد غير مكسور وهو مفتوح في كلمة واحدة وهكذا فرقها وأيضا لبالمرصاد مرصادا إذن هذه خمس كلمات تحفظ لا سادسة لها لا سادسة لها إذن كما أخذنا من حالات التفخيم ثمان حالات ثمان حالات نعيدها على وجه السرعة أن تكون الراء مفتوحة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن أن تكون الراء مضمومة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ضم أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن ضم هذه ست حالات مرتبة ثلاث فتح ثلاث ضم ثم حالتين أخيرتين وهي أن تكون الراء ساكنة وقبلها همزة وصل الأخيرة أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسر أصري وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في كلمة واحدة وليس هذا إلا في خمس كلمات كلمة قرطاص في أي سورة سورة النعام وإرصادا في أي سورة التوبة في الرقاها في أي سورة التوبة أيضا لبالمرصاد في أي سورة النبأ النبأ حسنت ومرصادا في سورة النبأ إذن كلمتان في سورة التوبة وكلمة في النعام وكلمة في عم وكلمة في سورة الفجر ننتقل إلى الترقيق ننتقل إلى الترقيق وهي أربع حالات الحالة الأولى أن تكون الراء مكسورة نحو رزقا ري إذن الراء مكسور ري رزقا ثانية أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسر راء ساكنة وقبلها كسر نحو مر إذن هنا الراء ساكنة وقبلها كسر ترقب الثالث أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله كسر نحو السحر إذن لاحظ هذه الكريمة الراء ساكنة وقبلها حرف ساكن وهو الحاء وقبله سين مكسورة سين مكسورة إذن ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر السحر آخر حالات الترقيق أن تكون الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة راء ساكنة وقبلها ياء ساكنة نحو قدير إذن هذه راء ساكنة وقفنا عليها قبلها ياء ساكنة ياء مدية وهكذا خير راء ساكنة وقبلها ياء ساكنة لكنها ياء لينية إذن لا فرق في هذا الحكم بين الياء اللينية والياء مدية إذن أربع حالات للترقيق أن تكون الراء مكسورة ثم ساكنة وقبلها ثم ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن ثم ساكنة وقبلها ياء ساكنة هل في إشكال إذن بهذا الترتيب تحفظ سريعا إن شاء الله آخر شيء وهي حالة جواز وجهين وهي كلمات مخصوصة كلمات مخصوصة تحفظ حفظا وهي كلمة فرق كالطود في صورة الشعراء يجوز في هذه الراء وجهان حال الوصف إذا وصلت هذه الكلمة بما بعدها فرق كالطود جازنك في الراء وجهان التفخيم والترقيق كلمة الثانية كلمة مصر غير المنون التي لا يكون في آخرها تنوين كلام عنها أما إهبطوا مصر هذه منونة رأوها تفخم قولا واحدا لكن الكلام هنا عن غير المنون أليس لي ملك مصر هذه حال الوقف عليها يجوز وجهان في هذه الراء التفخيم والترقيق آخر كلمة وهي كلمة القطر كذلك حال الوقف عليها يجوز فيها وجهان يجوز فيها وجهان هذه الثلاث الكلمات المشهورة فيما يجوز فيها الوجهان إذا نسمع منكم هذه الكلمات الثلاث من وجهين نبدأ بالكلمة الأولى على وجه الترقيق لأنه هو المقدم فرق كالطود التفخيم فرق كالطود جميل كلمة مصر بالوجهين نبدأ بالتفخيم لأنه هو المقدم مصر جميل هذا ايش ترقيق كلمة الأخيرة الترقيق نعيد الترقيق القطر التفخيم هو أسهل القطر إذن هذه أحكام الرعاة هذه أحكام الرعاة وكما ترى أنها سهلة تحفظها سريعا بتكرار قراءتها ننتقل ننتقل إلى الوقف والابتداء إلى الوقف والابتداء الوقف والابتداء من أهم أحكام فن الترتيل التي ينبغي للقارئ أن يهتم أن يهتم بها فالوقف والابتداء هو علم من العلوم متعلقة بالقرآن الكريم علم مستقل علم مستقل مستقل المؤلفات الكثيرة وما نأخذه في هذا المختصر هو إشارة يسيرة جدا إلى هذا العلم إلى هذا العلم قال تمهيد في بعض التعريفات السؤال ما الفرق بين الوقف والقطع والسكت الجواب الفرق بين الوقف والقطع والسكت ما يلي إذن هذه مصطلحات ثلاث نجدها في هذه الأبواب مصطلح الوقف والقطع والسكت فما الفرق بينها ما هو الوقف وما هو القطع وما هو السكت الوقف هو السكوت على آخر كلمة زمنا يتنفس في أثنائه عادة بنية الاستمرار في القراءة هنا ضابطان مهمان في الوقف الضابط الأول قوله يتنفس في أثنائه إذن في الوقف لابد من التنفس هذا الضابط الأول الضابط الثاني بنية الاستمرار في القراءة إذن حال الوقف نيتك أن تستمر في القراءة هذان ضابطان مهمان نعيدهما هو السكوت على آخر كلمة زمنا يتنفس في أثنائه إذن لابد في الوقف من التنفس لابد في الوقف من التنفس الضابط الثاني بنية الاستمرار في القراءة إذن هذا هو الضابط الثاني به يخالف ما سواه فالوقف يخالف ما سواه باجتماع هذين الضابطين التنفس مع نية متابعة القراءة هذا هو الوقف القطع هو التوقف عن القراءة بنية الانتهاء منها الانتهاء من القراءة ثم ينتقل لأي عمل آخر كركوع ونحوه إذن هذا هو القطع القطع التوقف عن القراءة بنية الانتهاء الوقف بنية ماذا استمرار الوقف بنية الاستمرار والقطع بنية الانتهاء من القراءة والانتقال إلى أي عمل آخر هذا هو القطع إذن ما يحصل عند الإمام إذا أراد الركوع هذا ايش سمى قطع لكن ما يحصل أثناء الآيات ايش سمى وقف سمى وقف قال السكت قطع الصوت زمنا لطيفا أقل من زمن الوقف بقليل بدون تنفس إذن السكت بدون ايش تنفس هذا الضابط الأول المهم في السكت بدون تنفس الضابط الثاني بنية متابعة القراءة بنية الاستمرار في القراءة إذن السكت يوافق الوقف في ماذا الوقف والسكت يتفقان في شيء ما هو نية الاستمرار نية متابعة القراءة وفي ماذا يختلفان أحسنت إذن الوقف يكون بتنفس والسكت يكون بدون تنفس يكون بدون تنفس جميل قال ويسميه البعض أي يسمي بعض العلماء السكت يسميه وقيفة لطيفة وقيفة تصغير وقف وقيفة لطيفة لأن سمن السكت زمن السكت زمن يسير زمن يسير إذن اتضح الفرق بين هذه المصطلحات الثلاث الوقف والقط والسكت قال أقسام الوقف السؤال ما هي أقسام الوقف الجواب ذكر العلماء من أقسام الوقف ستة أقسام الوقف الاختياري بالياء اثنان الوقف الاختباري بالباء ثلاثة الوقف الانتظاري أربعة الوقف الاضطراري خمسة الوقف التعسف السادسة هو الأخير وقف المراقبة إذن هذه أنواع الوقف المذكورة في كتبي هذا العلم والذي سنأخذه منها هو النوع الأول وسنأخذه شيئا مختصرا عنه وهو الوقف الاختياري الوقف الاختياري وهو المراد عند الإطلاق إذا قيل وقف وسكت عن ذلك فالمراد النوع الأول وهو الوقف الاختياري الوقف الاختياري وهذه الأنواع سيأتي معنا دراستها إن شاء الله في مستوى أرفع من ذلك السؤال ما هو الوقف الاختياري وما هي أنواعه الجواب الوقف الاختياري بنياء هو أن يقف القارئ باختياره إذن اختياري لأن فيه اختيار اختار الوقف لم تلجئه ضرورة إلى ذلك لذلك قال بدون أن تلجئه الضرورة لذلك الضرورة كالعطاس كانقطاع النفس كالسعال هذه الضرورات إذا جاءت هذه الضرورة وأنت تقرأ فإنها تضطرك إلى الوقف إذا انقطع النفس وأنت تقرأ ستقف ولا بد هذا وقف الطراري لا نتكلم عنه نحن نتكلم عن وقف اختياري اخترت الوقف دون أي ضرورة قال وهذا يشمل أربعة أنواع الوقف الاختياري يشمل أربعة أنواع الأول الوقف التام هو الوقف على ما تم معناه هذا الضابط مهم الوقف على ما تم معناه إذن معنى تام معنى واضح ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى لا لفظا ولا معنى التعلق اللفظي هو التعلق من جهة الإعراب التعلق من جهة الإعراب كأن يكون بدل ومبدل هذا تعلق بينهما لفظي هذا لا يكون حاصلا في التام صفة وموصوف هذا تعلق لفظي لا يكون حاصلا في التام ولا معنى تعلق المعنوي أي من جهة المعنى كأن تكون هاتين آيتين تكون هاتان الآيتان تتحدث عن حال المؤمنين إذن هذا اتفاق في المعنى هذا اتفاق في المعنى الوقف التام لا يكون بينهما لماذا؟ لوجود التعلق المعنوي قال كالوقوف على آخر الآيات مثل مالك يوم الدين الوقف على كلمة الدين يسميه العلماء وقف تام لأنه وقف على ما تم معنى فالمعنى تام مالك يوم الدين واضح ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى ما نأخذه الآن كما ذكرت هو نبذة مختصرة جدا عن هذا العلم قال نوع الثاني الوقف الكافي هو الوقف على ما تم معنى أيضا كالتام كلاهما في هذا الأمر الوقف على ما تم معنى وتعلق بما بعده معنى إذن تعلق من جهة المعنى لا لفظا تعلق من جهة المعنى فهو أنزل من التام التام أرفع رتبة تعلق لا يوجد تعلق البتة بخلاف الكافي فالتعلق من جهة المعنى قال كالوقوف على يؤمنون فيه أم لم تنذرهم لا يؤمنون والابتداء به ختم الله فهذه الآيات تتحدث عن أحوال الكافرين فهو اتحاد في المعنى تعلق في المعنى الثالث من النوع من الوقف الاختياري الوقف الحسن وهو الوقف على ما تم معنى إذن كالتام والكافي وتعلق بما بعده لفظا ومعنى إذن تعلق من جهة اللفظ ومن جهة المعنى نحو الوقف على بسم الله هذا معنى تام لكنك فصلت وعن الرحمن الرحيم وبسم الله يتعلق بما بعده من حيث المعنى ومن حيث اللفظ ومن حيث الإعراب وعلى الحمد لله فصلت وعن رب العالمين المعنى تام لكن وجد تعلق لفظي ومعنوي قال فالوقف على نحو ذلك حسن الوقف الرابع ننواع الوقف الاختياري الوقف القبيح هو الوقف على ما لم يتم معنى وهذا هو الفرق بينه وبين الحسن الوقف على ما لم يتم معنى لماذا؟ لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى لفظا ومعنى كان يقف على بسم يعني يقف على كلمة بسم هذا وقف قبيح وقف قبيح لأنني وقفت على موضع لم يتم به المعنى لتعلقه بما بعده وهكذا مالك يفصلها عما بعدها قال وما أشبههما ويبتدئ به يوم الدين ألا ترى أنك لا تعرف إلى أي شيء أضيف إذن فيه فصل بين المضاف والمضاف إليه هذا من أنواع الوقف القبيح قال السكت في مواضع خاصة لحفص عن عاصم إذن سكت في مواضع خاصة مواضع خاصة تحفظ حفظا لا يوجد غيرها لحفص عن عاصم وهذه المواضع اختص بالسكت عليها حفص رحمه الله في بعض طرقه السؤال ما تعريف السكت وما هي مواضعه الجواب السكت قد مر معنا تعريفه أو لا نعيده قطع الصوت زمنا لطيفا أقل من زمن الوقف بدون تنفس هذا مهم هذا الضابط مهم بنية متابعة القراءة بنية متابعة القراءة إذن حال السكت لا يوجد تنفس لا نأخذ نفسا مواضعه والسكت لحفص في أربعة مواضع في القرآن الكريم هي كالتالي هذه المواضع الأربعة هي مواضع السكت الذي يسمى عند القراء السكت الواجب السكت الواجب هذه الأربعة المواضع سنأخذها الآن مواضع السكت الواجب لماذا سميت مواضع السكت الواجب لأنه لا يوجد في هذه المواضع إلا السكت فإذا وصلت إليها تعين السكت تعين ووجب السكت بخلاف السكت الجائز سيأتي معنا وذكر موضعا أخيرا يجوز في هذه الكلمة وجه آخر فهذا يسمى سكت جائز إذن هذه الأربعة المواضع التي سنأخذها الآن مواضع السكت ماذا الواجب لماذا سمي سكتا واجبا لا يوجد وجه غيره لا يوجد وجه غيره إذن لا يوجد في هذه الكلمات وهذه المواضع إلا السكت فلذا سمي سكتا واجبا سمي سكتا واجبا لكن هناك موضع يجوز غير السكت يجوز فيها أن نسكت ويجوز أن لا نسكت فسمي السكت جائزا أول هذه المواضع في سورة الكهف على كلمة عوجا حال وصلها فإذا وصلت وجب السكت تعين السكت ويجوز أن تقف عليها لأنها رأس آية قال وهذا السكت واجب حال الوصل أما لو أراد القارئ أن يقف عليه ويتنفس فله ذلك لأنه رأس آية إذن يتعين السكت حال الوصل الموضع الثاني في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إذن على كلمة مرقدنا ويجوز أيضا أن نقف لأنه وقف تام قال ولو أراد القارئ أن يقف عليها ويتنفس فله ذلك فالوقف عليها تام أما إذا أراد الوصل فيجب سكت واجب أن يسكت سكتة لطيفة بدون تنفس الموضع الثالث في سورة القيامة على كلمة من وقيل من راق ويسقط الإضغام إضغام ماذا؟ إضغام النون الساكنة في الرأ النون الساكنة وقع بعدها رأ فما حكمها؟ حكمها الإضغام نحو مر ربك هذا مر معنى أو لا؟ مر مر ربك لكن هنا يسقط الإضغام ويجب الإضغام لماذا؟ لوجود السكت قال ولا ينبغي أن يوقف على من لأن المعنى لم يتم إذن موضع الكهف وموضع ياسين يجوز الوقف عليها لكن موضع القيامة وما بعد لا يجوز الوقف عليها الموضع الرابع هو الأخير من مواضع السكت الواجب على كلمة بل في سورة المطففين إذن نقرأ هذه الأوجه ونسمعها هذه المواضع نسمعها منكم بارك الله فيكم ولم يجعل له عواجا قيمة ولم يجعل له عواجا قيمة عواجا قيمة عواجا قيمة جميل موضع ياسين قالوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَرْقَدِنَا هَذَا مَرْقَدِنَا هَذَا زِبْ السكت زمن يسير تنبع مَرْقَدِنَا هَذَا مَرْقَدِنَا هَذَا موضع القيامة وَقِيلَ مَنْ رَاقَدِنَا أعطي النون صوتها وَقِيلَ مَنْ رَاقَدَا وَقِيلَ مَنْ رَاقَدَا آخر موضع كَلَّابَ الْرَانِ كَلَّابَ الْرَانِ هذه هي مواضع السكت الواجب قال وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى مَا أَعْنَى عَنِّي مَانِيَةَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ في سورة الحاقة فيجوز له السكت يجوز لحفص السكت والإضغام إذن كم في أوجه؟ وجهة السكت والإضغام وَيَكُونُ مِنْ بَابِ إِضْغَامِ الْمِثْلَيْنِ إذا أضغمت فَمِنْ بَابِ إِضْغَامِ الْمِثْلَيْنِ هَا مَعَهَا إذن هذا الموضع هو أحد مواضع السكت الجائز هذا الموضع أحد موضعي السكت الجائز لماذا جائز؟ لماذا سمي جائزا؟ كما مر لوجود وجه آخر لوجود وجه آخر فيجوز في هذا الموضع السكت ويجوز الإضغام ويجوز الإضغام الموضع الثاني من مواضع السكت الجائز موضع سورة الأنفال والتوبة آخر الأنفال المصل بالتوبة في أول التوبة يجوز فيه أوجه منها السكت إذا نسمع منكم الوجهين نبتدع بوجه السكت وهو المقدم ما ليه هلك عني الوجه الآخر الإضاءة نسمع منكم ما ليه هلك عني ما ليه هلك عني إذا ننطق بهاء مشددة ننطق بهاء مشددة نكون بهذا قد انتهينا من هذا الكتاب قد انتهينا من أول كتب هذه الدورة من أول كتب هذه الدورة هل هناك إشكال يتعلق من مر معنا؟ أستاذ عبيد؟ نواصل أو نقف؟ نشرع في الكتاب الآخر؟ الله سيكفي إذن يكفي وإن شاء الله نلتقي في مجلسي الغد في أيسري الأقوال في شرح تحفة الأطفال سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغرك ونتوب إليك السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة